هنا مطار سيئون الدولي البوابة الأبرز لليمنيين ونقطة اتصال وعبور مع العالم حيث لعب خلال مرحلة الراهنة دورا مفصليا بعد إغلاق مطارات البلد منذ انكلاب ميليشيات الحوثي وتعذرها عن تسيير أو استقبال رحلات للمرضى والطلب والمغتربين الأحداث الأخيرة التي شهادتها العاصمة المؤقتة عدن تسببت بتغيير مسار رحلات الطيران إلى مطار سيئون رغم صغري مدرج المطار وضعف قدراته إلا أنه استقبل نحو ست رحلات كما غادر منه أكثر من 1600 مسافر من جميع أنحاء البلاد في ثماني رحلات وهما سبب ضغطا كبيرا على المطار بحسب مسؤولين هنا المطار الحمد لله تم التسهيل لجراءات كاملة مع الركاب سواء المغادرين والواصلين مع الجهات الأمنية إدارة الجوازات جميع الركاب كانوا بارتيح كبير بطبيعة التعامل في مطار سيئون يقطع المسافرون من المحافظات الأخرى مسافات طويلة ويعانون كثيرا أثناء التنقل ليصلوا إلى مدينة سيئون ويضيف تأخر الرحلات عن موعدها وألغاء بعضها معاناة أخرى لأوضاعهم الصعبة خصوصا المرضى صراحة لو توقف هذا المطار يعني أن المركز الحيوي القلب النابض للمسافرين اليمنيين لو توقف هذا المطار يعني عبارة خلاص توقفت الحركة كامل ما وين با يروح المواطن وين با يجي حولونا إلى مطار سيئون وكان مطار سيئون صراحة استقبلونا بحفاوة وكل ما شيء فالحمد لله وصلنا إلى مطار سيئون كانت العرق لشوي من ناحية الطيران الملكة بلقيس للأجواء ومشاكل خاصة فيها لن نلوم هذا الشيء من الوضع الذي يجسر حاليا في اليمن بغطيرة عالية ظل مطار سيئون الدولي يعمل دون توقف نتيجة الاستقرار الأمني التي تشهده المدينة ومنذ اندلاع الأزمة ظلت سيئون وجهة اليمنين القادمين من الداخل أو الخارج من خلال نشاط مطارها وهو ما جعل أبناء المدينة وفي مقدمتهم العاملون فيه يطالبون بالاهتمام بالمطار والعمل على توسعته وإعادة صيارته وتأهير مرافقه حدا مساعد كانت بلقيس من مطار سيئون الدولي